موسيقى مساء الخير استقرت الأجواء ولكنها بقيت باردة في العاصمة عمان سجلت العظمى فقط 14 درجة مئوية أيضا تشكل الضباب بشكل كثيف فجر هذا اليوم في أجزاء من المملكة طبعا نتوقع هذه الليلة أن تتراجع درجات الحرارة تستمر الأجواء باردة ولكنها باردة بشكل لافت في المرتفعات الجبلية مثل سلسلة جبال الشراء ونتوقع أيضا تشكل السقيع هذه الليلة بسبب شدة البرودة في تلك المناطق معكم أنتقل إلى منطقة السلط مدينة السلط الآن تقريبا الأجواء هي طبعا باردة غالبا صافية ولكنها درجة الحرارة إن كان المسجلة أو حتى الملموسة حول 9 درجات مئوية كما نشاهد الرطوبة قد تصل إلى 77 أو 78% أجواء باردة سوعة الرياح هنا قد تصل إلى 6 كيلومتر في الساعة والرياح شمالية شرقية بالنسبة ليوم الغد خلال 24 ساعة القادمة حتى أجواء مستقرة بشكل عام خلال ساعات النهار تبقى الأجواء باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية أجواء لطيفة في مناطق الأغوار خليج العقبة البحر الميت ولكن عموما هناك استقرار نعم في المناطق الشمالية نتوقع أن تتشكل سحب أو هناك سحب إن كان متوسطة وعالة ارتفاع ولكنها سحب غير ممطرة بالنسبة للرياح هي رياح مختلفة الاتجاه الآن معكم ننتقل لنشاهد درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة وأيضا العظمى اليوم الغد إربة 9 إلى 16 المفرق 3 إلى 16 راسونيف من 4 إلى 12 عجلون 16 جراش 8 إلى 17 والزرقاء أيضا 17 درجة مئوية وكميات مختلفة من السحب سوالح 5 إلى 11 لفحص 13 أصلت 6 إلى 13 درجة مئوية جواء باردة في أغلب المناطق شرق العاصمة 6 إلى 14 درجة مئوية في مادبة أيضا 14 منطقة مطار ملكة علياء الدولي فقط 3 درجات هذه الليلة الكرك من 6 إلى 15 وادي الموجب 19 الطفيلة 16 درجة الرشادية فقط درجة مئوية واحدة في معان 3 إلى 16 الشوبك 3 إلى 14 البتراء 15 ورأس النقب من 4 إلى 12 درجة مئوية في وادي رم 21 العقبة 12 إلى 23 والجفر من 6 إلى 19 درجة مئوية المناطق الشرقية من البلاد هذه الليلة في الأزرق 6 درجات وغدا تسجل 17 درجة مئوية الصفاوي 5 إلى 17 درجة مئوية وأخيرا منطقة الرويشد هذه الليلة تتراجع الحرارة تستقر حول 3 درجات أجواء باردة بشكل لافت وغدا 17 درجة مئوية والفرصة مهيئة لتشكل أيضا الضباب فجر يوم الغد هذه الليلة طبعا 6 درجات في العاصمة عمان أجواء باردة استقرار كما قلنا على الأجواء ليوم الغد ولكن يوم الاثنين نتوقع أو هناك كميات من السحوق تظهر في المناطق الشمالية احتمال ضعيف لتساقط زخات محلية من الأمطار يوم الاثنين ولكن انحدثت فقط في المناطق الشمالية وكما قلت احتمال ضعيف بالنسبة ليوم الثلاثة ارتفاع آخر كما نشاهد على درجات الحرارة وتعود درجات الحرارة من جديد كما نشاهد 17 في العاصمة عمان مرة أخرى أعلى من المعدلات السنوية أشكر لكم دائما حسن المتابعة العودة إلى الزميلات في الأخبار